أهلا بحضراتكم مرة تانية فوز مهم من برح اللي منتخبنا على غينيا بساو كان فوز صعب جدا جدا لكن أهميته أن أنت بتحاول وده الجزء الأهم بصراحة أن أنت بتحاول تستعيد الثقة اللي افتقدتها بفعل فاعل بسبب كيروش وتعاملوا في المبرأة الأولى أمام ناجرية وأخطاء والفجة الكبيرة الكثيرة جدا جدا في هذه المبرأة واللي أفقدت اللعبة ثقتهم في نفسهم محد يختلف على كده لا خالص فإنبارح أداء كان نسبيا أحسن وهي الموضوع بسيط والله يا جماعة الكثة بسيطة كل واحد في مكانه لما بتلعب كل واحد في مكانه بيبقى في شكل فيها جماعت شفنا كرة صلاح في القائم شفنا كرة مصطفى محمد في القائم شفنا في الشوت الثاني كرة زيزو في القائم تمام فبتروح بتشتغل عكس مثلا مبرأة ناجرية أنت مروحتش أصلا أنت مجيتش أساسا جروة فلما حطيت كل واحد في مكانه هي قصة مفيش أبسط مفيش أسهل من كده حطت كل لعيف في مكانه هتلاقي في شكل نوعا ما فبالتالي في تحسن نسبي بالنسبة لمنتخب مصر في مباراة الأمس لكن مش هو ده أحسن حاجة ومش هو ده أداء المنتخب اللي احنا منتظرينه ومش هو ده اللي احنا عايزينه أو بنأمله بشكل كبير وإحنا ما بنقول كده بنقول كده ليه لأن احنا عندنا فرقة جمدة قوي وعندنا لعبة بأسماء تقيلة جدا وعندنا أحسن لعب في العالم هتقول لي وأحسن لعب في العالم بلعب لوحده لا طبعا حتى العناصر اللي حواليك كلها مميزة العيب كان في مين في كيروش مش هبص هنفضل نقولها هو العيب كان في كيروش نتمنى أن مع توالي المباريات كيروش يرجع لنطجه ويرجع لصوابه في سواء بقت كتشكيل بداية اللعبين في أماكنهم أو حتى في التغييرات لأن السلبية كبيرة من دين السلبيات مبارح وهي حاجة مقررة هي تغييرات الخطئة اللي بيقوم بيها كيروش في مباراة الأمس أنت بتخرج مصطفى محمد وبتنزل زيزو في نفس الوقت زيزو اللي هو بيمتاز بالعرضيات الكتير جدا وبالتالي فيه تفاهم ما بينه وبين مثلا مصطفى محمد لما كانوا الاتنين موجودين في الزمالك كان زيزو مستمر في الزمالك كان مصطفى احترف ففي نوعا ما تفاهم فمش عارف ليه الفكرة أنت تخرج ده وده ينزل مكانه وبعد الفترات بنلعب من غير مهاجم وكل شوية نقول صلاح انت هتبتدي في مكانك وبعدين نروح حطينه في العمق وبعدين نقول لا ما عليش أنا آسف تعال تاني مكانك التشتيت ده واللقبطة دي بتشتت اللعبة بشكل كبير جدا وبتأثر على اللعبة وتركزهم الزهني في الملعب وده أمر كان منحوظ جدا لكن في كل الأحوال خلينا برضو متفقلين وخلينا برضو بنشيد بمنتخبنا وعندنا آمال كبيرة جدا في أن يتم تدارق الموقف تحديد من ناحية الأداء إنبارح كان الأهم بصراحة الفوز وفوز كان مهم جدا وبمهارات ممتازة تعتبر فردية بالنسبة سواء عمر السلية اللي فرق كتير جدا جدا مع المنتخب أو صلاح بكمته الفنية الكبيرة والهدف اللي أحرزه بشكل مميز جدا جدا اللي غلب على منتخبنا في المباراة إنبارح بالتحديد الشوت الأول اللعب الفردي الكتير بنشوف عمر مرموش بيأخذ القرى كذا مرة يحاول يعدي من الأول والتاني وكان ما فيش لعب جماعي بنشوف مصطفى محمد نفس القصة كذا قرى يقدر يلعبها مع صلاح هتوخد ويبقى فيه شكل جماعي نوعا ما لا بيسدد على المرمة فيه أكتر من لعبة في الحقيقة التريزجي حتى منيزل برضو كان فيه التريزجي فرق معنا لمنيزل بصراحة وعمل حرقة شوية لكن برضو كان فيه نوعا ما لعب فردي شوية فلازم يبقى لعبنا جماعي أكتر من كده روح اللعبة لازم تبقى أكبر من كده بصراحة في الملعب لكن ده برضو كان ناتج عن إيه بارح تحس أن السقة مش موجودة وتحس أن المباراة مش عارفين يعملوا إيه وده ناتج عن المباراة الأولى التجانس ما كانش موجود التفاهم مش موجود بس برضو بنأمل أن مع الوقت الدنيا تتحسن وتبقى أفضل من كده ترجمة نانسي قنقر